يعني بنتحدث حول معرض الكتاب هذا الحدث الأدبي والثقافي المهم اللي بتحتضنه مصر وبأمه العديد من دول العالم ويتم فيه الندوات الثقافية والأدبية نتحدث عن رواياتك اللي موجودة الآن في المعرض ورأيك بالمعرض بشكل عام طبعا أنا سعيدة جدا بمعرض الكتاب سعيدة جدا بالحاجات الرائعة اللي أنا شايفاها موجودة في معرض الكتاب حاليا مع الأزمات الاقتصادية اللي هي موجودة في العالم كله وجود معرض الكتاب ده بيدينا أمل في المستقبل وجود نشرين مستعدين أن هم يخطروا مع طبعا أسعار الورق اللي هي في العالم برضو زادت جدا ده برضو بيدينا دفع قوية جدا وجود الناس أنها تروح المعرض مع الظروف الاقتصادية الموجودة ومع غلو الكتب برضو شجاعة ويعني تصميم على نشر السكتب القافة في الوطن العربي كله أنا في المعرض ده عندي يعني استنادي إن شاء الله الحمد لله تمت عشر روايات بقى عندي عشر روايات فعندي استنادي رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين لأن أنا كنت عندي مشروع إني أكتب على العصور الإسلامية في مصر العصور اللي إحنا يمكن ما بصنلهاش قوي أو ما درسناش عنها كتير جدا بدأتها برواية أولاد الناس ثلاثية المماليك وبعدين القطائع على أحمد بن طلون والدولة الطلونية ودلوقتي كتبت على الدولة الفاطمية اللي طبعا دولة مهمة جدا في مصر رواية الحلواني بتتطرق لجوهر السكلي لبدر الجمالي شخصيات أثرت في تاريخ مصر تأثير شديد جدا أثرت في شوارع مصر في المباني الموجودة في مصر محتاجين نعرف عنها أكتر والرواية بتنتهي بصلاح الدين أيوبي فبنعرف عن ثلاث شخصيات مهمين أو في تاريخنا تاريخ العربي كله على فكرة مش مصر بس فرواية الحلواني عاشر رواية ليا وسعيدة جدا إن هي في معرض الكتاب السندي